اللهم صالي و السلام و بارك على سيدنا محمد السلام عليكم احبائي ان شاء الله كيف تكونوا بخير و ساحتكم بخير اليوم جيدكم وصفة سهلة بزاف بنينة و اقتصادية في نفس الوقت خاصة بما انو في هذا الصيف السخانة على بالي كامل الناس و خاصة النساء يضرحوا من طيبات يحبوا حاجة خفيفة حاجة سهلة و ما فيهاش مكونات بزاف اليوم ديرت لكم هذا القراطة اللي على بالي راح تعجبكم الذوق التحى راح يجيب بزاف بنين كما تشوفوا ذوق رائع جدا بحاجة بسيطة و سهلة و نشوفوا مع بعضانا المكونات و طريقة التحذير و ما راح نحتاجه فيها اولا اللهنة البنت عندي السكالوب هذا كما تشوفوا انا غسلته و قطعته الى اطراف صغيرة بهذا الشكل عندي لهنة توابل عندي فلفل فلفل عندي الملح عندي التابل تاع الدجاج و عندي الحمار حطيت ملعقة صغيرة فلفل اسود هذا الدجاج ضروري انكم تسبلوه جيدا على خطر الدجاج كي تسبلوه يجي ذوق تعمله ثاني ضبق تاعو يجي بزاف مليح لهنة انا بعد ما اضطت هذو التابل يجي ذوق يجي ذوق ملح يجي ذوق 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 لحصل يجي ذوق يجي ذوق يطلقي المذاق في الدجاج يجي ذوق ثاني نبتح يجي ذوق ثاني اضعه نضيفه في مقلة نضيفه 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 على نار كما نضيفه بالاستكالوب نضيفه راح مع بعضنا نحضر البيشامل بالنسبة البيشامل عندي ملعقة كبيرة زبدة نضعها في كاسرونة و نضع الزبدة كي تشاهدون الزبدة ملعقة كبيرة زبدة مع الزوج ملعقة كبيرة فارينة فارينة مدى بكم تكونوا غربلتوها من قبل البهم يقعد لكم ثم نضيف لها زوج كي سين حليب زوج ملعقة فارينة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة حتى تشاهدون تخلطوا في بعضهم وتحصلوا على هذا القوام كما تشاهدون الآن نضيف الحليب كما قلت لكم الحليب هنا عندي زوج كي سين حليب ليس شرط انه يكون حليب حليب سخون لا هذا يعني اي حليب عندكم حطوه زوج كي سين يكونوا معمرين نفس الكيس اللي راكم تكيلو به نبقى نخلط فيه به ذاك الفارينة اللي كما تشاهدون فيها ذوب خلطوه جيدا هكذا راكم تشاهدون في القوانتها راكم بداية عقد راكم بداية تغير الشكل تحتها اللي هنا في هذ المرحلة اللي هنا اللي بناس تقدروا تضيفو لها الفرمج بالنسبة للفرمج ضيفوه فرمج رابي ولا فرمج يتكتع الحب ضيفوه كما تحبوه ولا تخليوها هكذا ثاني يعني يتبقى لكم اختيارية فقط عني لحنة باطاطا مقلية قليتها قطعتها ايضا الى مربعات صغيرة بهذا الشكل وقليتها راح نجيب اللحنة الصينية اللي راح ندخلها الفرن نحط فيها الباطاطا هذي نحطها كطبقة اولى هي اللي تجي من تحت ومن بعدها راح نحط سكالوب ايضا اللي قليته وكما كم تشوفوا لهنا يعني كل شراه طيب يعني هنحطها في الفور تدي تحميره فقط من فوق هذا مكان يعني راح طابق سريع وسهل كي ما قلت لكم هذا يعني الوصفات السهلة خاصة في الصيف هذا نحتاج وغير الوصفات الخفيفة يعني الانسان خلاص يعني عدنا مقدروش نوكلو الحويجة ذكر ذقيل منا مع السخانة هذي يحويج الخفيف هما اللي يسلكوها هكذا نحاولو نعدلوها شوية من فوق فقط ثم نحط هذيك البشاميل اللي ختمناها البشاميل اللي هنا تقدروا تضيفو ايضا فوقها الفورميج بعد ما تحطوها كطبقة اخيرة انا افضلت اني يخليها هكذا كي ما قلت لكم ديكم حاجة سريعة وسهلة يعني الحويج هذو اللي يدرس بهم والله ما توجدين في كل بيت كل اخت تقدر ديرهم بكل سهولة بكل بساطة والذوق تحتها البنات والله ما يتشبع جاز بزاف منينا هكذا نغطيوها من فوق كامل حاول انه الدجاج هذوك تغطيوهم بالبشاميل لهم بعد كي زيدوا الدخلهم الفورن يعني كي تقيسهم الحرارة تعلهنة تعلهنة الفورن مش راح يزيدوا تحرغو لكم نغطيوها واحد العشرة دقائق ونعطيوها بعد ما طيبنا البنات هذا هو الشكل تحتها القراطرة تحت نهار اليوم بعد ما طابس لكم تشوفوا فيها جيت ما شاء الله حاني قسمت لكم بها تشوفوها كيفية طابس من داخل جيت خفيفة وسريعة وبزاف بنينة وان شاء الله تكون نيلت اعجابكم ووصفتنا نهار اليوم نتمنى انكم تجربوها وتعطيو مني رايكم فيها في وصفة جديدة ان شاء الله الى اللقاء اي وصفة حبيتوها خلوها لفتة علق وانا باذن الله رحام انديرها لكم